عينت فيرونيكا ابنتها سامنثة لتكون الوكيلة القانونية الدائمة لها من أجل القرارات المالية والشخصية وعندما أصبحت فيرونيكا غير قادر على اتخاذ قراراتها أدخلت إلى مرفق للرعاية التي نظمتها لها سامنثة لكنها هذه الأخيرة لم تكن تأخذ أختها جين معها وقد أوعزت للمرفق بأن جين لا تستطيع زيارة والدتها هل تمزحين؟ وكانت الأم بحاجة لعلاقتها مع ابنتيها سوية بالطبع ولكن أبعدت جين عن حياتها أوه هذا مؤسر وغير لائق أليس كذلك؟ أجل وإذا فكرت بكل القرارات اليومية التي نأخذها من مالية إلى التسوق وإلى شراء الهدايا أعني استثمار وبيع الموجودات حتى لو كان تبرع وهناك كثير من المعاملات مثل المعاملات المصرفية الإلكترونية أو البريد الإلكتروني كما تعلم إنها معقدة نوعا ما وبالفعل أي شخص تختارينه يجب أن يكون فعلا يعرفك حق المعرفة حتى يأخذ القرارة المناسبة لك لكن عليك أيضا أن تفكر مسبقا بالقيود التي قد تحتاج إلى وضعها على السلطة الوكالة القانونية الكرارات الشخصية هي مثل مكان إقامتك الوصول إلى الخدمات، من يستطيع أن يزورك ومن تريد أن تراه من الممكن تعيين شخص واحد لاتقاد القرارات المالية والشخصية على الرغم من أنه من المنطقي في بعض الأوضاع أن تعين شخص لاتخاذ قرارات مالية وربما شخص آخر لاتقاد قرارات شخصية كنت تريد أن تخبرني تلك القصة؟ نعم، القصة عن صديقي نحن جدا أصدقاء دخل إلى المستشفى بسبب مرض بسيط ثم لم أسمع عنه شيئا تفى لمدة عشرة أيام ثم رن الهاتف في صباح أحد الأيام وتفاجأت بأنه صديقي يتصل بي وكان يسكن في نزل قديم وكان مقفل عليه هناك ولم يستطع الخروج أخذت ابنته هاتفه المحمول ومحفظته واستعار هاتف عامل النظافة حتى يتمكن من الاتصال بديكسي وماذا أخبرك؟ أرادني أن أذهب إليه وأنقزه ولكن من كان له الوكالة القانونية لأن يضعه في هذا المنزل؟ البنت الكبرى كان لديها الوكالة القانونية وماذا عن منزله؟ أدخلت والدها إلى دار رعاية المسنين ثم أخذت أساسه وعرضت المنزل في سوق بيع الإعقارات وباعت سيارته ولم يعد لديه شيء وماذا حدث بعدها؟ زهبت إلى هناك على الفور واشتريت له هاتفا في البداية وعطيته 100 دولار فزهبنا إلى المحامي وقمنا بإلغاء الوكالة القانونية من هنا يقع السؤال الحقيقي ماذا لو لم تعد راضيا عن قرارات الوكيل القانوني الذي يتخذ قرارات لا تعجبك؟ إذا لم تعد راضيا عن القرارات التي يتخذها وكيلك القانوني بينما لديك الأهلية على اتقاد القرار يمكنك إلغاء سلطة الوكالة القانونية وإذا كنت تفتقر إلى الأهلية على اتقاد القرار فمن الممكن إحالة الأمر إلى المحكمة المدنية والإدارية في فيكتوريا في كات لدى هذه المحكمة سلطة إلغاء الوكالة القانونية وإبطال الوكالة القانونية والتحقيق في تصرفات الوكيل القانوني ومطالبة الوكيل القانوني بتقديم الحسابات وإذا اختلست الأموال يمكن للمحكمة أيضا أن تحكم الوكيل القانوني بدفع التعويضات اشتركوا في القناة